طيب. عندنا طابت اثناش خلو نجيبها هين. ضربة صعبة مو? مو لك عاش وضع. هاي ضربة جميلة. تمام? البلاك 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 البلاك. وين بدنا نجيبه هين فوك. معنا قال له فوك. صح? اعتقد هذا. نزيل له. نقدم شوي. نقول لها روح. والله حلم. جميل. جميل جدا. هيك خلصنا. اذا. من هذا الخاتم. هنا صرنا الثالث طبعا. ننطيه الرجوع. اذا هذا الخاتم يا اخوان. اللي هو الخاتم الخاص بهاية الطاولة. طبعا انا بامكاني اخذه من اول يوم. ولكن في عندي شرح. مجبور انه اخدته فيما بعد. تمام? هذا الخاتم ان شاء الله ما اخذه. عقبال عنده جميع ان شاء الله كل يستطيع ويحصل على هذا الخاتم. تمام? خلينا نعطي الرجوع. هذا الخاتم صديقي الكريم. على هاي الطاولة اللي هي طاولة الجديد اللي تم اضافتها اللي هي ستين مليون. هاي الطاولة صديقي الكريم. الخاتم الاول. خاتم الثاني. خاتم الثالث. خاتم الرابع. الخاتم الخامس. كل خاتم بيعطيك عشر نقاط. هاي. اه بالنسبة لهاي الطاولة. طبعا موضوعنا اليوم بهذا الفيديو. هو شرح كيف تجعل العصى لف المكس. من لف الواحد. الى. عفوا الى لف المكس. شرح تفصيلي اخوان. عشان يكون عندك الفكرة الكافية والكاملة. لتستطيع ان تختار الطرق اللي تقدر عليها تمكس هاي القصة. تمام? خلينا نبدأ من البداية. البدايتنا هي. كسبونا الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جمعة مباركة ان شاء الله على الجميع. واذكر الله بكلمة. والله يرزقكم ان شاء الله من حيث ما تحتسبون. عصى كاسر الجليد. عصى كاسر الجليد صديقي الكريم انت بدك تجعلها لف المكس. اللي هي هاي العصى. تمام? هاي هي العصى. عصى فعلا هي حلوة وانيقة واسطورية. هاي العصى. يعني ان شاء الله الجميع يقدر يمكس هاي العصى. من خلال هذا الشرح البصير اللي راح نقدم لكم ياه اليوم. تمام? عطونا لايك حبابي القلب باللعب والجميع حطونا لايك والله يرزقكم جميعا. نمطي رجوع. اول شغلة. اول شغلة البول باس. عندك انت البول باس. موسم البول باس هذا بيعطيك مية وثلاثين قطعة للعصى. يعني يشتر البول باس كل قيمته خمسة دولار. تشتر البول باس بيعطيك مية وثلاثين قطعة للعصى. العصى بدها خمسمية وستة وتسعين. صارت مية وثلاثين بس من البول باس تخيل. تمام? بعدين. عندك على الطاولة. هاي الطاولة. الخاتمة الاول. الخاتمة الثانية. الخاتمة الثالثة. الخاتمة الرابعة. الخاتمة الخامسة. كل خاتمة تاخده بيعطونك عشر نقاط. عشر بطاقات. واذا لعبت على الطاولة بكل فوز بيعطونك مثلا هذا الصندوق. الصندوق هذا بيعطيك عشرة. عشر تطويرات الخاصات لهاي العصى. مثل ما انت شايفين. عطلك اكس عشرة. شايفه فوق. هاي يعني عشر ترقيات للعصى. تمام? خلنا نطورها امام تشوفونها بعد جدامكم. طبعا عندي يعني هي ماكس. عشر ترقيات. هاي الطريقة الاخرى. الطريقة الاخرى عن طريق المتجر هاد. يعني اذا كنت تمتلك كاش تقدر عن طريق المتجر تقدر تشتري. القسم الاول القسم الثاني ويعني البقية تكمله. من خلال الشرح الثاني. تمام الشرح الاخر. الشرح الاخر. تجي هنا. عال اه ال goldin is bin. هنا ال goldin is bin. بكل فوز. ال goldin is bin. بيعطيك اثناش قطعة شايف. عطي لك اثناش. يعني مثلا عند ال goldin is bin. او تكدر تشتري goldin is bin. موجودة ال goldin is bin. بس انا اشرح لك كل الخيارات عشان يكون عندك انت الفكر الكافية والكاملة عن تمكيس هاي العصر طبعا ما طلعت هي يعني لسه عند النو بس خلنا نكفيس مرة اخرى معجياني شي ثلاثة اربعة مو مشكلة راح اجربهم لنشوف بل كت تطلع معانا وحدة بيهن كمان مع طوني مرة اخرى اول مرة بدك تخسر لك شوي بعدين يقوم يان طونك كثير اول مرة معاش بدك تضحي كمان يلا لازم يعطونا هالمرة مو مشكلة مو مشكلة خلص بس بزيادة اسبن العادي هين كمان اسبن العادي هين بيعطيك لها اربعة شايف حاطيلك فوق لها اربعة بالنسبة لي اسبن العادي نعطيها الرجوع تمام هاي بالنسبة للوضع الموجود بالوقت الحالي عندك طاولة الونس تريكاية طاولة الونس تريكاية الثلاث خواتم الاوليات كل خاتم بتحصل عليه من هاي الطاولة بيعطيك عشرين كمان بيعطيك عشرين لتمكيس هاي العصر خلينا ندخل مبدئيا هين ايش هي عندنا ثلاث صناديق ايش هذولة ثلاث صناديق خلنا ناخذهن نشوف ايش هذولة ثلاث صناديق خلينا ننزل تحت ننزل هين هين صديقي الكريم خلينا نضغط على هذا المكان تمام خليفتح معانا الموقع لشوفك الطاولات الثانية اللي رايح تنزل هذول الطاولات من خلالهن رايح تقدر اه تعرف ايش الطاولات واش ترتيبهن بشكل كافي وكامل خليفتح معانا الموقع بشكل نظامي لنشوف اه الشرح كافة ندخل احنا هين على هذا المكان هنا الحدث بشكل كافي وكامل هذا شرحت لكم عنه هنا العصاية هنا العصا بتصير معاك شايف شون بتصير معاك لفلماكس يعني اسطورية وجميلة جدا مراحل تطويرها وتمكيسها خاصة بطاولة هاي اللي هي طاولة الستين مليون وهذا هو الخاتم الخاص بها هاي هي الطاول هاي شايفين الطاولة يا حبيب القلب مثل ما قلت لكم الخمس خواتم الاولية كل خاتم بيعطيك عشرة مجموع خمسين نلبو الباس مئة وثلاثين سجل معاك هنا خمسين هنا طاولة الونس تريكاي شايف الثلاث خواتم الاوليات ختم اول والثاني الثالث كل خاتم بيعطيك عشرين المجموع ستين هنا ثلاث حلقات متتالية تحصل على ستين قطعة كاتبي لك هنا باللغة العربية واضح تمام نرفع كمان نرفع كمان هاي الطاولة الاخرى اللي رايح تنزل لسا ما نزلت هاي الطاولة تمام لكن رايح تنزل هاي الطاولة اللي هي طاولة بطولة تمام تحصل على هذا الخاتم ايه كاتبي لك ياها آآ سوء عليك الفوز بحلق البطولة وتحصل على مية قطعة اضافية يعني هاي انت تقريبا من هي شوي من هي شوي من هي شوي ولا مصلك تلاثمية اربعمية ما ظل عندك شي بسيط تمام لسا عندك النوب الطاولة الاخرى اللي هي طاولة الدوري هاي اللي هي تلعب ثلاث قيمات تفوز بعدين ثلاث قيمات تفوز وهكذا هو هذا الشي ثلاث قيمات تفوز من الأول يكون خاتم هنا بيعطيك ستين قطع اطلب الحلق البطولة آآ زلق ستين قطعة جليدة اضافة للكسرة الجليدة يعني كمان بيعطيك ستين قطعة من خلال هذولا او من خلال اللعب عليه هذا الناو وضع الموسم بشكل كافي وكامل وهذولا طبعا الطاولات هنا يشرحوا لك عنه سبن ايش يعطيك ايش اه تحصل منه من خلال دون اسبن من خلال المكافئات بشكل كافي وكامل. كمان عندك المهمة اليومية الصناديق المهام اليومية كمان بتلعب على الصناديق المهام اليومية كمان بيعطنك قطع اللي هن ها دول الصناديق المهام اليومية مثلا هنا هذا صندوق هنا طالب منا صناديق قbowنا نفتح هدولا الصناديق. لنشوفهم. كمان بده صندوق اخر. خلينا ناخد صندوق اخر. ننطيه رجوع. ننطيه رجوع. كايفين? هيك حصلنا احنا على صندوق. هذا واحد. يلا. هنا هذا صندوق الاول. حصلنا على هذا الصندوق. هذا صندوق ابن اخره. مع الف ومائة نقطة للبولباس يعني. ايش مرتب واشي جميل حلو يعني. شايف بتطور بها العصر. طبعا بالنسبة للكلان ما ضاف ولو الكلان هنا الكلان بالنسبة للكلان من تحت ما ضاف ولو. الكلان من تحت ما ضاف ولو يا. ايش كمان? يعني تقريبا هذا الوضع بشكل عام وكافي. اعتقد شرحت لكم كل التفاصيل عن هايا الطاولة. وعن طريق التمكيس هايا العصر. هنا الطاولة راح تنزل طبعا 25 الشهر. 25 الشهر راح تفتح هايا كمان طاولة القاصة بهذا المواسم اللي هنا آآ كاسر اجلي. طبعا راح يكون ثلاث مواسم بولباسي اخوان. هذا الموسم الاول الساعة فيه موسم ثاني موسم ثالث وموسم رابع. وموسم ثالث. هنا ثلاث مواسم راح يكون ضمن هذا الموسم يعني. راح ينزلون تن كلتين ورابع. بكل ما يخلص واحد بيحطون موسم اخر ضمن هذا الموسم يعني. يعني ما يتغير الموسم معاك. يظل الموسم على ما هو. بس عبارة يتغير البولباس. تمام? خلصنا ولا لسه? آآ لسه خلنا نبتحنا على السريح هذول. هيا اخذنا الها ترقية. حالو. الموم بتابعنا على صفحة التيك توك والفيسبوك اتمنى الجميع يتابعني يا اخوان الروابط اسفل بصندوق الوصف. الله 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 كم صندوق اكاين بخلصهم كل هنا انا هنع السريع افتحهن. اوه ها 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 ها. يلا زياتا الخير خير. خلاص كأنه خلصتهم والله كأنه كلهن هاي امس والله لعبنا ما شاء الله آآ لعبنا على طاولة آآ برلين معاش فوز متتاج يا سيد ورزق من الله صار لنا سبعة وثلاثين بطاقة حلو جميل بكرة تفتح عندنا الطاولة آآ عشان نجمع بطاقات لازم نلعب على هاي الطاولة بدي ألعب اليوم أجمع لي شوية بطاقات عن طريق آآ مية وخمسين هاي وعن طريق المية وخمسين الأخرى باشتري بيهن آآ عن طريق هاي الالف وخمسمية يعني ثلاثمية ربعة تلف خمسمية نحصل لنا على لازم نجمع لنا خمسة خواتم من هاي الطاولة عشان نجمع بطاقات ويصير الوضع أفضل وأفضل خلنا ناخد الترقية لهاي العصة اذن هاي صارت مكس ترقية الأخرى للعصة الأخرى هاي ستة من ستة كمان صير مكس هذا اللحظة أوفر تنزل موسم الخاص بيها هاي وهاي العصة الأخرى كمان هذا انتطورا طبعا معانا فهذا الوضع بالنسبة لهاي العصة اعتذر عنها للطالة والكلام الكثير لكن هذا الوضع بشكل كافي وكامل أكثر من تعليق أكثر من شخص بيقول لي يا ابو فيصل كيف أجعلها ايش هي المهام البعض ما عنده فكرة البعض عنده فكرة كافية وكاملة البعض يجو مكسها البعض لساته آآ ترقيات أنا شرحت لك من الألف إلى الياء تمام هاي مرحلة أولى المرحلة الثانية هذا الموسم بقاله أربع أيام الموسم المقبل احتمال يضيفون بطاقات للعصة لا تستعجل لا تقول والله صعب علي ما أقدر هذا البولباس نزل في مية وثلاثين تطويره أذكركم بشغلة يا إخوان زمانات نزلوا بولباسات الثلاثة أيامها كان في أكثر من مهام عطونا كمان مهمات خاصة للعصة من ضمنها نزلوا أيامها عصة ما عند أتذكر والله إيش هي كانت فالموسم اللي بعده كمان انطونا بطاقات شسمه انطونا ضمن البولباس انطونا تطويرات للعصة أكثر من الموسم الأول اللي بعده كمان انطونا تطويرات أكثر كمان إذا تتذكروا أنا والله ما عند أتذكر يعني ما شاء الله بدنا مخ آآ ياسع بلد يالله نستطيع أن نتذكر لأنه كل يوم عنا شكل شي جديد يعني كمان لا تي اس بأي لحظة احتمالي جزء انت ما تقدر تلعب على هاي الطاول أنا أعرف في نسبة كبيرة ما تلعب واللي يلعبون على الطاولة هاي راح يكونون من جماعة الحناء في شي يعني بدي الوضع يكون صعب انه ما مو سهل الموضوع اللعب عليها صعب الصراحة آآ بالنسبة للعب على هاي الطاولة والتطويرات الخاصات بهاي الطاولة اوكي حبيب يقولوا هذا كان موضوعنا بهذا الفيديو حبيت اقدم لكم اقدم لكم هذا الشرح عن هاي العصة لتعرف من الف الواحد الى الف المكس كيف تجعلها الف المكس بشكل كافي وكامل كمان يا اخوان كان معكم اخوكم وفيصل اتمنىكم موقات سعيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة